نعم للأسف الشديد أن مجلس الأمان والجمعية العمومية تأخروا يعني هذه مذبحة مر عليها 43 يوم ومؤخرا قبل يومين اجتمعوا حتى توصلوا إلى قرار بعد تسويات هائلة جدا تسويات يعني مخزية حتى لكنه يمثل خطوة متقدمة خطوة إلى الأمام في موقف الدول يعني لم تعترض ولا دولة على القرار صحيح امتنعت دول عن التسويت زي روسيا حتى امتنعت مع أني أنا يعني بقدر موقف روسيا وموقف الصين موقف تركيا موقف مصر الأردن لكن قرار مجلس الأمن الحقيقة جاء متأخرا لكنه يمثل تقدما يمثل رفضا للطغيان الإسرائيلي والمذبحة الإسرائيلية نعم معاليك لا يمكن أن يتحقق أمن أو سلام واستقرار في المنطقة بدون إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية قائمة على حل الدولتين في ظل أيضا ما يؤكد عليه الملك عبد الله من خلال طبعا مقالاته التي تنشر في واشنطن بوست بأن حل الدولتين هو انتصار للإنسانية والقيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في السلام لن تكون قادرة على توفير الأمن لشعبها فرص الحل السياسي والمساعي الأردنية بهذا الصدد يعني اللي بتفرس في البنيان السياسي والعقائدي والديني الإسرائيلي الصيوني يدرك أن لا حل مع هذه الطغم الحاكمة في إسرائيل بغض النظر عن من هو على دكة القيادة هذا مشروع إسرائيل تساوي الحرب هذا مشروع توسعي استيطاني ونلاحظ الآن أنه هياج المستوطنين بالضفة الغربية هياج بطرهم قاعدين من أرضهم بمنعهم من تلقيط الزيتون وعصر الزيتون وعصر الزيتون اللي بيشكل مادة حياة بالنسبة للفلسطيني في طرد للفلسطينيين في اضطهاد لهم في تعدي عليهم في إخراجهم من بيوتهم هذه مقدمة وتوطئة لمستوطنة جديدة ومستوطنات جديدة هذا كيان لا سلامة معه بكل أسف مع هذه القيم مع قيم السلام وشعبنا وملكنا ودولنا كلها القمم العربية والإسلامية والعالم و242 و338 كل العالم مع السلام إلا من بيده إعاقة إحقاق السلام رجل السلام الوحيد الذي كان في المجتمع الإسرائيلي اغتالوه رابين قتلوه وأي واحد الآن يفكر في السلام حتى الآن العصبة الحاكمة هي عصبة دينية يمينية متطرفة نعم الحصبة الحاكمة الآن أكثر أكثر عنفا وأكثر أصبتي أكثر تطرفا وأكثر تلمودية وأكثر الآن إحنا سيدتي أسماء إحنا بذكرك في شهر ثلاث سيقتحم المستوطنون المسجد الأقصى موقعة الأقصى لم تحن بعد لسه هاي الناس بدها تهدم المسجد الأقصى وبدها تبني هيكل عليه وهذا عمر يجري العمل من أجله تم التقاسم الزماني والمكان تم التقاسم الزماني في المسجد الأقصى في المسجد الإبراهيم والمكان على الباب متقدم جاي جاي أنا الإبراهيمي أنا زرت الإبراهيمي وشفت قديش مقطعينه هذا لليقة وهذا لمش عارف مين والآن استنساق الصورة والحرم الإبراهيم الشريف نعم استنساق صحيح الإسرائيل إسرائيل صحيح في عليها ضغوط نتنياهو على الشجرة لكن بكل أحوال نتنياهو محاط بمجانين بدون يرموا قنابل ذرية وبدون يقتلوا نعم نعم أنا أشكر انضمامك لا سلام مع نتنياهو ولا مع القيادة وكل شكر على انضمامك من عمان عضو مجلس الأعيان الأردني معاني العين محمد الداودي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة